مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة عائلة فاطمة ومنظر. الفيديو بتاعنا اليوم يسر سهل ومحلل بش نعمل معجون سبقوني عملت معجون الفريز ومعجون العوينة وبعضنا يوم كيف كيف بش نعملو معجون الكرموس بنفس الطريقة مش كوني يقولو التين وثم مش كوني يقولو الكرموس اخترت الكرموس لك حل شاء الله يعجبكم الفيديو وبش نعملو بطريقة مهيش فيها مواد حافظة بطريقة طبيعية ويسر يشيب نين وكيف نتعشير عبا بذبت بش ناخر الكرموس متاعي بش نغسلو بش نقصو كما شفتو منيش بش نقشرو خاطر البرنج كل في القشرة متاعو الكرموس حتى كيبشيت كلا ما ما نقشرووش احنا نحن نحطو لهنة بعد ما نقصو كيما نشوفو مكعبة صغيرة بش نسهل عليا ايتي بش نقصو كما تشوفو بش نحطو في كسرال ومن بعد بش نزيد السكر كان وصلتو لهنة السجد عملو اشتراك في قناة عائلة فاطمة ومنظر اوجي مني الفيديو بش بش نقصو الكرموس متاعي كما تشوفو كان عندي شوائب على اللاجنيب النجم النحيحة كما لاحطو بش نقصو مكعبات كيف نكاكا ولهنة يتنجمو تستعملو زادة الكرموس الخضر ما لك حالي يعطي البنة متاعو والقو خير من الكرموس الخضر مش كامل قصو متريفات الكورمو كعبات صغيرة ومن بعد مش نزيدهم السكر هنا يكام مش تاخذو بالكيلو تاخذو كيلو كرموس اعلي خمسمية جرام سكر كان الكرموس متاعك محلو بارشة نجمو تساق تنقصو في كمية سكر نحو خمسين جرام ما بين خمسين جرام سعبعين جرام ومعاهم مغرفتين قارس بش المعجون متاعنا يتحقب ويكون بنين انا بش نزيلو اضافة من بعد بش نزيلو عود قرفة احنا ديما في الدار في المعجون كينا عملوه مقبل نزيلو ديما القرفة يعطيه بنا ونقوم بتاعو جيسر بنينة هنا يكمل بقصيتو بش نحو خطلو السكر بش نخليه برسك نوش نهار في الفريجيدين انتم ما تنجمو تبايتو اللي كامنا في الفريجيدين ملوتا بش يصيب الماء بتاعو اللي موجود في الكرموس ما نستحقوش من بعد برش همية بش نزيلوه جيس نطيبوه في الماء بتاعه هنا بش نزيلو بالمغرفة هذي كالمغرفة لولا هذي الثانية الثالثة خطر ما عنديش كمية برش هبش نوزن السكر وهذي الرابعة دونك بش نخلطهم الكل و بش نخطهم في الفريجيدين للي سيبلي الكرموس الماء بتاعو من بعد بش نخرجه بش نطيبو في الماء بتاعو من بعد بجيس نزيدكن شوية ما يمش برش بش بش ما نسحقش برشا ما والمطعم طايل كان موس يذيعلي دونك بش نخلطو كيكم خليل يرتاح في الفريجيدين من اللوتا و من بعد بش نطلعوه شفتو الهني كمية الماء اللي خرج هالي الكرموس بعد ما بتخليطو بريس كاربعة سوية في الفريجيدين منتو ما تنجموه تبيتوه للي كامل نهني جس بش نزيدو شوية ما معوش برشا و بش خطو في فوق الغاز يتيب يعلى نار هاتي منتو ما متشعلوش النار برشا كما تشوفو مش برشا ماي جس شوية بريس كنوس كيس ولهني بش نعود نحط لعود القرفة و من بعد بش نعصر عاصر قارس بش مايسكر ليش المعجون بتاعه كيما تشوفو بش نحطو على الجاز للي يذبلي بالجداء المعجون لاني حاطيتو مش نبقى دي ما نقارك في بش مايش هدليش ملوتك لاني دي ما في اي معجون شوفتو الكشكوش هذي كا دي ما تنحيوها ما تخلو هيش خاطر هي اللي تقرص لكم المعجون دي ما نحاول اللمهة خاطر فيها اللي جاز نحاول اللمهة والنحيه خاطر كي خليطوها المعجون بتاعكم مايبقاش مضة طويلة ولي هني المعجون بتاعي مايش بش نزيدو حتى موات حافظة بش نعليكم طريقة بش نحتافظو بي اكثر من شهر ما يفسجو لاني بعد ما كمل اغلى شوية جس بش نعملو بالباطر كيما شوفتو شوية بركة بش نحيلو نجمو تخاليو كعب طايبين نجمو ترحيو اذا ما رحيتوش بارش عجلو سترحيتو شوية ولهني بش نعصر عاصرة القارس العاصر القارس محسوب بغرفة بتاع مايك لقارس ومن بعد بش نرجو يغلي شوية على الجاز موضة الطيبة بتاعو محسوب ساعة ولا اقل شوية اقل قط الكمية بتاعي مايش بارشا المهم يتيب على نار هادي كيما شوفتو لهني بديت عملي الكاشكوشة بش نحيها كيما حكينا سابق اللي هي تفاز دلنا المعجون بتاع ان شاء الله الفيديو يعجبكم ممكن عندكم اي اسألة اكتبولي في الصندوق في التعليقات نخليكم في صندوق الوصف طريقة معجون فريز والعوين اللي عملنا اقبل هني كنحاول نجمع الكاشكوشة ونحيها كيما تشوفو طريقة يصير سهلة ويجينا معجون البنين والكمية بتاعو بها ودي جاسو ممتاعو غالي معجون الكرموس دونك نعملو حاجة في الدات بتاعنا ابنين مغي المواد حاض لهني الكرموس انتهي سي يكمل تاب انا خليته بطريقة ذي كنتنجم وترحيوه على الاخر انا خليت فيه اللي كشات صغيرة لهني عندي الحكة البلار تكون مغالية في الماء ومعقمة بعد ما نغاليوها في الماء نقلبوه على منشفة ونخلوها تسقطر وحدها تستعملوا بابيلا منديلة ومن بعد ما تبرد لي الحكة نعبي المعجون المتاعي كيما تشوفو نجمو زيادة تستعملوا المغرفة اللوح زيادة الصحية على الاخر انا استعملت المغرفة ذيكا دعون كبار ما تكملوا اتعبيوها ونغاليكم شنو مش تعملولها هني بش تكملوا انا اعبيوها خاطر صغورة ما نجمتش اين شدها ولهني دخلين الصغار على المدرسة ولا الروضة وينو حاجة صحية ومعمولة على عينيكم في الدار ووصوا ممتحة ما وش غالي ارخص هني كابريس كملت عبيت هالكل مش نمسح الاطراف ومن بعد مش نسكرها هني عملية التعقيمة الثانية بعد ما نسكر الحكة متاعي كيما تشوفو المعجون اللونه غامق وحتى في القول بنا ياسر محليه كيما تشوفو ياسر ابنيه هني بعد ما عبيناها وهي ما زلت سخونة نسكر الحكة ونقلبوها باش تتعقمنها هني خلوها للا كاملة البارة ومن بعد نحطها في الفريجيدين اشتركوا في القناة